هل يعد هذا الاجتماع مدخلاً للاعتراف الدولي بحكومة طالبان دكتور سعيد؟ طبعاً أنا أتقلد إذا كانت المجتمع الدولي صادقة في تعاملها مع الحكومة الأفغانية الجديدة وكانت تريد أن تحل قضية أفغانستان فإنهم حصلوا على ضوء أخضر من قبل الحكومة الأفغانية بعقد هذا الاجتماع والتي تشير أن هذا الاجتماع هو في حقيقة الأمر إجماعاً داخلياً ودعماً داخلياً لكافة الشعوب الأفغانية والقبائل الأفغانية وحتى المذاهب المختلفة الموجودة في أفغانستان فيجب بالتالي في ضوء القوانين الدولية يجب على المجتمع الدولي أن تستفيد من هذه الفرصة هو أن تتعامل وتعترف بالحكومة الأفغانية الجديدة وأن تقدم لها حقوقها على منصة العلاقات الدولية وهو الاعتراف والتعامل الصياسي والاقتصادي والديبلوماسي مع الحكومة الأفغانية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة